ايه حدو بتبدأ بعمل انت مراهقة اسمها روبي وبتكون عايزة انها تروح حفلة على مركب فوق الميا ولكن عادتها بتبقى ممنوع انها تلمس الميا نهائي فروبي ساعدتها بتحول تغنع امها ان كل حاجة مدروسة وانها مش هتلمس الميا خالف بس امها ساعدتها بترفض برضو لان العيلة مش بشر انما هم سمك تبقى هم سمك اكيد يقوف الميا المهمة بالصحاب روبي بتكون عايزة انها تستكشف البحار والمحيطات واي حاجة ممنوع منها وبتقول لها ان فيه حوشكت عايزة تقذيهم زي كراكنز وكراكنز ده هو كائنات اسطورية عملاخة كشبه الحبار يعني وعشان كده عادت روبي انتقلت للعيش مع البشر ولو اي بشر يسألهم ليلون هم ازرق ولا حاجة بيردوا عليه انهما من كندا ما تعرفشوا ايه علاقة كندا بالموضوع بس الواضح ان الموضوع شغال معهم زي الفل يعني زي ما بتلاقي واحد اصمة زرق فيقول لك انا من افريقيا ماش حالك روبي بتروح المدرسة وبتقابل صحابة وبتقول لهم انها مش هتعرف تروح الحفلة للأسف لان امها رفضت ولكن صحابة بيقول لها مع نفسك بقى احمر انت احنا راحين للحفلة فروبي ساعتها بالقرر انها تروح الحفلة ولكن من وراء معها وبالمرة بقى ابو الصحاب بتطلب من الكراش بتاعها الاسم كونر ان هو يروح معها الحفلة عافية كده وانا مش عايش سراحة ليه وات كونر ده اللي بعال الواق بتاع بابي بابي معلينة المهمة انا بالصحاب روبي بيتروح لعشان تطلب منه ان هو يجي مع الحفلة ولكن بيحصل حادثة والواق بيتكابل على الاسكيت وبينقع في البحر يلا في دائل ولكن روبي عشان تنقذه بتضطر انها اطلط هي كمان في المياه بس بتتشعله في الشعم المرجمية وتبدأ انها تغرق الله طب هي سمكة اصنا رجال اه وعشان كده بالصحاب قبل ما تموت بيطلع لها مجسات وبتتحول لوحش ضخمة وبتم جاءة من قزل وات كونر وطلع بيه على الشط والقسة بتبص حواليها مش بيتلاقي كونر تماماً فبتروح ساعيتها لمدينة وبتلاقي الناس متجمعها حوالين كونر وبيحكوا عن البطلة الجديدة اللي أنقذت كونر في الأول رجل بيتفكر أنها هي بس اطلعت أنها بنت بصنينها كده قتنشان يعني بقت ستين في سمعين اسمها تشيلسي بيتخصص جتير وقال ليه إما هما بالصحاب إنها لسا جاء المدرسة جديدة ولا يتكون على الشط مش عارف أنه هيتنفس فأنقذته وقعدة بقى تحكي اللي حصل وعايزة تاخد اللقطة معي يلقى تنشان متستيف سعين يعني ويبقى عكاة بالحس بتاعب وإحساس غريب فبتجي على المكتبة عشان تليها أي كتب يفاهمها اللي بيحصل ده ولكن مرة واحدة بتلاقي نفسها بتكبر وبقت كرانك عملاقة وبتفضل تكبر لحدة لما بتكسر المكتبة اللي فيها بل عليها وإن السعيدة بيقدروا أن هم يشوفوها من بعيد ومن ده من الناس دي مينة بالصحاب؟ أمها فقدت قم جاية ناجبة العربية ورايحة وراها جاريو وفي السكة بالصحاب بتلاقي نفسها خبط أخوها اللي اسمه بريل ده فاتقدوا معها بالمرة يا أخب السكة كده بصحاب الصحاب أفهم معها كمت الموها بالصحاب بعد جال كتير الأم بتوصل لروبيو بتفضل تهديها لحد لما بترجع لحجمها الطبيعي المتاني بعد جاية بتاخدها للبيت وبتشرح لها أن البنات العيلة دول لما بيبلغوا بيلمسوا المية بيتحولوا لكراكن ضخم وكي يتحكموا فيه مينين ما هم عايزين قصوا بسعية التعصب لأنهم ما أخبط عليها الموضوع ده السنين كتير ده غير أنها أيلانيها أن هم مستخبين من الكراكنز وطلعوا أصلا هم كراكنز بتستعقولوا الموضوع ده يعني المهمة بالصحاب روبي بتتعصب وبتطلع عوضيتها وتبقى زعلانة أن أمها نفسها بخبية عنها حاجة زي كده يعني ولكنها بتفتكر خالها لعبيت وأنه سيقول لها أي حاجة فتروح سعيتها وراه بتسأله مين اللي بعتها كياسطة فخالها سعيتها بيقع بلسانه وبيقول لها أن جدتها هي اللي بعتها روبي سعيتها بتتصدم كده الأويوان عندي جدها من إنت الكلام ده رجالة بتقارب عكاة أنها تروح تقبلها فتنط في الماء بتتحول الكراكنز وتبدأ في طريقها مع خالها بريل هتصل بيه الموعين ده وإنه بعد رحلة طويلة سيقة روبي وخالها بيوصلوا لأصر الجدة وروبي بتعرف أن جدتها تبقى مالكة الكراكنز وأن روبي من السلالة الملكية أساساً المهمة جدتها بترحب بيها وبتاخدها رحلة في المملكة بتوريها بقى الأسماك والكائمات البحرية وإلى أخير وبتقول لها أن الورث ده كله بتاعك يا بنتي فبتقول لها وريسة؟ أنا وريسة كل ده؟ وريسة يا حضرتك؟ وريسة المملكة دي؟ يا أنا وريسة وحوم نيل بقول لك يا جدتي أنا أنا الشخص الغلط يا ماما للمملكة دي أنا ما معرفش أتكلم أن ننسوا على بعض ولكن جدتها سعيدتها بتقول لها أنها مميزة وأن في كتير حول إسراء العرش زي حريات البحر بلات ستين في سبعين يعني وأن حريات البحر دول ضعاف مقرأة بالكراكنز فملكتهم نريسا لقيت سلاح يقدر أنه يقتل الكراكنز ولكن بعد قتل طويل أم روبي تحولت لكراكن وهزبت نريسا دي وأخدت السلاح منها وبدل ما تدي السلاح ده لمملكة الكراكنز تقويهم خبت السلاح وأخدت بنتها اللي هي روبي يعني وهاجرت جنسها وعرقاها كله تلات تعيش كبشرية مع البشرة قلت تخلزينة مع البشرة ولكن أبو الصحاب روبي تقول لي جدتها بقول لك يا أنا ما عليش دعا بالكلام ده كله اللي أنت بتقوليه ده حاجة أنا عايزة عايش مع أصحابي وأحب الواب بتاع بيبي أولا أنا عايزة عايش مع الواد وأستذنك بقى تهتم علش وحارجع البيت وحارجع لك بعدين يعني ولكن روبي وهي راجع البيت بيهجم عليها صيادين كراكنز وكان روح يموتوها لولا إن تجي البيت الاتنشن من ستيف سبعين اللي هي تشيلس دي وتنقذها واللي بنعرف أساسا إنها حرية بحراء ما تقول كده بدل أول بقى تجيزة بالصحاب بتكون متحمسة إنها لقيت شخص تشارك معاه أسررها ولكن روبي بتقول لها بقولك إيه يا أما ما عليش سبيني في حالي أنا عايزة أروح عاكل ونام يعني وأعملك النفسي فيه ولكن أي حاجة حصصت معانيك وبعر الجلس ما ليش دعا بالكلام ده تاني يوم روبي بتصحى من النوم تدعم بتعوم وهاتيها اللعبة ودكسين بيه وباشن بيه حبل النعبة فقط النعبة ونونو ما علينا يعني أي ماما بالصحاب بتسحى من النوم وبتاعمل نفسها كأنها ما حصل لش أي حاجة ولا قلت يا واتطردش خالص وأنا كني فيه أي حاجة حصلت بتحبها كاما دستها ولكن كل الطلاب والناس بيكونوا بيتكلموا عن اللي حصل وإني فيه وحش كراكن عايز ياكل المدينة وأي حاجة تريف سكته أنا ما عادي سؤال باسمعليش طالما فيه إبانات ووحش كراكن وبانات التانية حريات ضحر والولاد حاطين كلاب بلدي تبقى فين البشر في الموضوع أصلا المام روبا بالصحاب بيجي لها أزمة قلبية وبتخش الحمام عشان تعطي تنفس براحيتها بتلاقي بعكاة تشيلسي داخل عليها فوف تطلب منها مساعدة إزاي تتأقلم على حياتها فالبت اللي اسمها تشيلسي دي ساعتها بتاخدها وتفسحها في البحار كده ويبقوا أصدقائهم اللي اتنين روبا بتكون عايزة أنها تنهي الخلاس ما بين الكراكن وحريات البحر فالتشيلسي بتقول لها أنهم ممكن يحلوا الخلاف ده لو لقيت السلاح اللي هم تخبيته ويتدير حريات البحر وظهرنا أن إحنا مسالمين مع بعدينا أهو أنت بجد بصدق الموضوع ده ماما؟ أنت بجد يعني وصل بيكي درجة اللغباء أنك تصدق اللي هي قالته يعني أنت حرفيا تسلمي القطن ومفتاح الكرار وأنا صراحة مش عارفه وإيه الكرار ده بس هو المفوت حاجات بتفتح بمفتاح اسمع ليه يعني؟ الحمرة المطاورة بتاعتنا اللي اسمها روبي بتوافق فتشل ساعتها بتاخدها للمكان اللي السلاح مستخب فيه ويتقول له روبي يلا بقى انطلق يا وحش بقى حرفان وحش يعني لما بعد عيدة محاولات فشلة بتروح لجدتها عشان تتربها على قوة الكراكن وكل مرة بيت تتبقى أخوى بتوصل لمكان أبعد لحد لما بتوصل للسلاح ولكنها برضو مش بتعرف إنها تاخدوها بيجي لها ساعتها فكرة إنها تستشيروا معها في الموضوع ده وتاخد بنصحتها وفعلا بتروح لها بتبدأ إنها تحكي لها كل حاجة من أول موضوع يا تشينسي لحد موضوع السلاح وجدتها لحدس يعني من تقطع لي سلام وعليكم عليكم السلام ولكن طبعا أمه بتقول لها اتعاملة صداقة مع حرية بحر يعني هاري سود وبنعيل كمان بنت ملكة حريات البحر اللي أنا قتلتها يعني هاري سود وبنعيل روح يا بنت الكلب الله لا يسيك مفيش خروج من بيت يعني هاري سود وبنعيل ولكن عبدالصحاب روبي بتتعصب وبتكسر باب البيت وبتروح للا كان السلاح عشان تاخده غصب يعني يا الله يا شي ما البيت تقول إيه ومع بتتعصب هي كمان وبتروح للجدة وبتقول لها إنها تبدي عن بنتها وإن سابق فعلها دي فدلوقتي روبي عاملة صداقة مع بنت ملكة حريات البحر وحتطلع ما يتين أبونا ولكن الجدة بتقول لها إن رسا ما عندهاش بنت أصلا يعني ملكة حريات البحر ما عندهاش بنت أصلا كنا رسوح تكونش ديها الملكة زاد نفسها المهم أن عند روبي بتitudر فعلا توصل للسلاح وبتتدقي تشلسي وسع بقى بو الصحاب للحبكة اللي مش متوطعة أطلقى الإللسة متوقعها من ثانيتين تشيلسي بتطلع هي نريسة فعلا ملكة حريات البحر تان 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 تا الستنة يا وكنتش متوقعة تماما بعد الجمه النمو المهم سينما قدتلك يا بصراحب تشيلسي بتطلع هي نريسة واستخدامة روبي عشان توصل للسلاح وتنتقل من أمها وتاخد العاشر بتاع الجده وتعود هي عليه المهم نريسة بتقدر انها تهزم روبي بسهولة جدا يعني و بتخليها يغمن عليها بعدها بتروح للمدينة وبتكسر بيت عائلة روبي لحد لما بتوصل لأم روبي وجدة روبي روبي ذات نفسها وساعتها بينزلوا بالصحاب قتال مع البيت نرسا وبمعنى صح بينزلوا فاشخة في البيت نرسا وبعد دهائن وتقلق من البيت روبي بيقدروا ان هم يدمروا السلاح ويحبسوا نرسا وبيت الشعر بيعرف ان روبي كراكن بس بيسقفوا ليها لانها انقذتهم روبي بقى مع كون رعايتها بيعيشوا في سلام وشاكين بقى ايه بيبي كان داون كان داون والله مش عايف انا ايه الحبكة درماية الجاندة فاشخة دي فكرتني بنوكتة كده قديمة اونا طبعا الناس كلها اعجبك بنوكتة الاخيرة انا كنت اقيلها يعني في طلبه مني النوكات تانية بس او والله ما عازها عايقوده تقرص الحدودة وتعالوا وقلوك نوكتة جيدة بيقولك يا بالصحاب كان فيه تابور في الجيش في ميتين نفر فواحد من التابور دا ام عطس فقائد الجيش قال لهم مين اللي عطس محد الشرد عليهم ام جاي مقسمهم لمية ومية وام سائل المية الاولين مين اللي عطس محد الشرد ام قاتلهم كلهم بالنار وام رايح لمية تانية قال لهم مين اللي عطس محد الشرد ام جاي مقسمهم لخمسين وخمسين وراح لأول خمسين وسألهم مين اللي عطس محد الشرد عليه ام جاي مموتهم كلهم راح للخمسين التانية قال لهم مين اللي عطس محد الشرد عليه ام جاي مقسمهم لخمسة وعشرين وخمسة وعشرين وساب車 أول 25 hine2 قال لهم مين اللي عطس محد تشد عليه هآم جاي موتم هم كمان في السكر ورحل لقامسة عشر ٢ تانية وقال لهم مين اللي عطس محد تشد عليه هاجيكا في Ranch beş sn اسم اللونhte الثانية evento عدد من بصدقية نجم بصدق ofereعت صراح � salut اللى هوا مين يعطر اسمksomحد الشرد عليه? اما يويتهم رح للات رح اللى warm الاتنين قالوا مين يعطر اسممحد الشرد عليه? اما يسلمهم اafar3 الا๋يان الواحد قل جاك أم يويتهم اما يويتهم اما يويتهم الله كلتهم رحل الواحد، قالوا انت اللى عطس تكلله مستوى الكوميديا عندي قصة الكوميته امل مس ikke لمستيساش تعمل فولو وهساهم عشان همان غرفت descend Perm by De Kras وتعمل زديد محمدا عشان هو اللي ما نشل فيديه ده عيدا اشترك مقابلة lên قناة الاوضان على منمامك سوف تجد 요صف ومستجد وعند تجانف نوك تجد inc ومرضعت الآن جد أزال سلام عليكم